اهلا بكم من جديد قال سعادة وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة الخليفة ان مملكة البحرين تدرس بيع حصة من اصولها في قطاع النفط والغاز في اطار السعي للوصول الى التوازن المالي لعام 2022 حيث قد تنتقل تلك الاصول الى صندوق حكومي مقترح يمكن ان تبيع فيها الاسهم للمستثمرين واضاف وزير النفط في مقابلة مع وكلة بلومبرغ ان حكومة مملكة البحرين تعمل على هذا المشروع وقد تقرر المضي قلما في وقت لاحق من هذا العام واضح انه لا تزال الحكومة تعمل على تحديد الاصول التي سيتم وضعها في الصندوق المقترح وكيفية تقييمها وقال الوزير ان الصندوق المقترح وبيع حصة في شركة النفط سيكون بمثابة قناة للمستثمرين من القطاع الخاص ليأتوا للمملكة قرر مصرف البحرين المركزي خفض سعر الفائدة على ودائع الأسبوع الواحد من 2.4 إلى 1.75% كما تم خفض سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 2% إلى 1.5% وسعر الفائدة على ودائع الشهر الواحد من 2.45% إلى 2.2% كما قرر مصرف البحرين المركزي ابقاء سعر الفائدة الذي يفرضه على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الأقراض عند مستوى 4% زر رئيس أتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ورئيس غرفة البحرين السيد سمير ناس والأمين العام للاتحاد الدكتور السعود المشاري مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض واجتمع بالأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية معالي الدكتور نايف بن فلاح الحجرف حيث أشار معالي الدكتور الحجرف إلى أن هناك مشروعات تستحق أن تحظى بكل عناية واهتمام من قبل الاتحاد والغرف الأعضاء لأنها تصب في تحقيق التكامل الاقتصادي وتدفع به إلى أفاق جديدة لبلوغ الهدف المشهود بمجلس التعاون كما بحث معاليه مع رئيس الاتحاد عدد من الموضوعات ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي ونتابع الآن أسعر صرف دينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية وإلى إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات اليوم نبدأ مع بورصتنا المحلية فقد أقفل مؤشر البحرين العام على تراجع نسبة 52 من مئة في المئة مغلقان تدولات اليوم عند مستوى 1629 نقطة وذلك عائد لإنخفاض مؤشر قطاعات البنوك التجارية والاستثمار بالإضافة إلى قطاع الخدمات وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة اليوم سبعة ملايين وتسعمائة وثلاثة وتسعين ألف سهم بقيمة إجمالية تجاوزت مليونين وأربعمائة وثمانية وستين ألف دينار تم تنفيذها من خلال مائة وسبع صفقات وقد تركز نشاط المستثمرين في التدولة اليوم على سم قطاع البنوك التجارية ننتقل مشاهدين إلى باقي البورصات الخليجية وكما نتابع كانت الأغلاقات بين الصعود ونزول بينما كانت أكبر الرابحين في نهاية إقفال اليوم سوق دبي المالي بإقفال يزيد عن مستوى 2530 نقطة بارتفاع يزيد عن 2.5% في نهاية تدولات اليوم كشفت مصادر موثوقة عن إطلاق المملكة العربية السعودية أول مؤشر لقياس أداء أدوات الدين السيادية من الصكوك الإسلامية في خطوة ينتظر أن تتبع بإطلاق عدة مؤشرات فرعية أخرى هذا العام وبحسب المصادر دعمت صناعة إدارة الأصول في المملكة هذا التوجه نحو تعزيز الاستثمار بأدوات الدخل الثابت بعد أن اعتمد أحد الصناديق المتخصصة في الاستثمار بأدوات الدين الصادرة من حكومة المملكة هذا المؤشر كأداء قياس لأداء مدير الصندوق وفقا لصحيفة الاقتصادية السعودية ينعقد في الخرطوم خلال الفترة من 23 حتى 25 من شهر مارس الجاري المؤتمر الاقتصادي القومي الذي يسعى للخروج بخريطة طريق لإنقاذ الاقتصاد السوداني بعد الدمار الذي تعرض له خلال فترة حكم الرئيس السابق عمر البشير وأكد عضو اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر عادل عبد العزيز أن المؤتمر يهدف للخروج بتوصيات ومقرارات ملزمة بشأن قضايا الدعم السلعي والسياسات المالية وأسعار الصرف وأوضاع القطاع المصرفي والجوانب المتعلقة بمعاشات الناس وسياسة الاقتصاد الكلي إضافة إلى سبل استرداد الأموال المنهوبة من قبل بعض عناصر النظام السابق نشرتنا مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل تويتر تطلب من موظفيها العمل من منازلهم لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد أعلن بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي عن تخفيض طارئ لسعر الفائدة الرئيسي بمقدار خمسين نقضة لحماية الاقتصاد مما أسماها بالمخاطر الناشئة بسبب تفشي فيروس كورونا وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي أن أساسيات الاقتصاد الأمريكي تظل قوية ومع ذلك فإن الفيروس يشكل خطرا متناميا على النشاط الاقتصادي وفي ضوء هذه المخاطر ودعما لتحقيق أهداف التوظيف واستقرار الأسعار تقرر خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة شهدت مبيعات السيارات في الصين أكبر وطيرة هبوط شهري على الإطلاق بعدما انخفضت بنحو 80% على خلفية تداعيات الكورونا ورغم أن هذا التراجع يحدث للشهر الثامن على التوالي لكنه كان الأكبر في تاريخ الصين وأظهرت بيانات رابطة سيارات الركاب في الصين أن المتوسط اليومي للمبيعات تحسن في أواخر الشهر مقارنة مع أول ثلاثة أسابيع من الشهر الماضي أعلن البنك الدولي عن تخصيص 12 مليار دولار لمساعدة الدول التي تعاني من الآثار الصحية والاقتصادية لتفشي فيروس كورونا الذي انتشر بسرعة من الصين إلى نحو 80 دولة وقال ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي إن أمورا كثيرة لا تزال غير معلومة عن الفيروس الذي ينتشر بسرعة مشيرا إلى أن قدرا أكبر بكثير من المعونة قد يكون مطلوبا وحذرت منظمة الصحة العالمية من نقص عالمي في الأدوات الوقائية لمحاربة المرض وكذلك من تلاعب بالأسعار مع ارتفاع عدد الوفيات من الفيروس قفزت أسعار الذهب أكثر من ثلاثة في المئة في أكبر مكاسب ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ شهر يونيو عام 2016 بعد أن خفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة للمساعدة في حماية الاقتصاد من الأضرار الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا وبدعم من توقعات بتيسير نقدي من بنوك مركزية كبرى أخرى وقفز الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 12% إلى 1636 دولارا للأوقية في أواخر جلسة التداولات في السوق الأمريكي ونتابع الآن أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية طلب موقع تويتر من موظفيه أن يعملوا من منازلهم في خطوة تهدف إلى الإسهام في وقف انتشار فيروس كورونا المستجد وقال موقع التواصل الاجتماعي في تدوينة نشرها أنه يلزم العاملين لديه في هونج كونج واليابان وكوريا الجنوبية بالعمل عن بعد وقالت الشركة أيضا أنها تشجع بقوة جميع موظفيها الذين يبلغ عددهم خمسة ألاف موظف في العالم على أن لا يذهبوا إلى العمل ترجمة نانسي قنقر